قال رئيس وزراء بلجيك أليكساندرو دوكرو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا مشددا على رفضه قتل المدنيين وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره البلجيكي أمام بعبر رفح قرر رئيس الوزراء البلجيكي رفضه التام لما يحدث من تدمير لغزة وهدم للمجتمع فيها مؤكدا أن هذا التدمير أمر غير مقبول العسكرية التي تشنها إسرائيل لإيقاف هذه الهجمات يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني فالعمليات العسكرية يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني فقتل المدنيين لا بد أن يتوقف الآن فالعديد من الناس قد ماتوا بالفعل وتدمير غزة ليس مقبولا فنحن نرفض تدمير مجتمع بالطريقة التي تدمر بها غزة الآن